أعلن رئيس لجنة التفاوض لفتح الطرقات عبد الكريم شيبان فتح طريق جولة القصر تمهيدا لاستقبال وخروج المواطنين بعد سنوات من الحصار الظالم الذي فرضته الميليشيات الحثية الإرهابية المدعومة من إيران وقال رئيس لجنة التفاوض عبد الكريم شيبان في مؤتمر صحفي يسرنا فتح طريق الكم بجولة القصر الذي ظل مقطوعا من قبل ميليشيات الحثي منذ تسع سنوات وتسبب في معاناة لأبناء المحافظة وأضاف شيبان أن الفضل في افتتاح الطريق يعود لصمود أبناء تعز وتضحياتهم وكذلك تضحيات أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية خلال فترة الحصار فاليوم بهذا الطريق الذي سيفتح ويربط تعز بعدا وتعز بأب وتعز بصنعاء إذا كان هناك من فضل فالفضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى يعود لأبناء هذه المحافظة الصامدة لأبناء هذه المدينة الذين صامدوا خلال هذه الفترة الطويلة وكسروا الحصار ولجيشنا الوطني كما نثمن القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس مجلس الرئاسة الأخ الدكتور رشاد العليمي الذي كان حاضرا معانا دوما ويتابعنا في قضية افتاح الطرق لهذه المدينة ونحن اليوم على ثقة كبيرة من جيشنا الوطني والأمن من تسهيل المرور للداخلين من طرف الحوثي داخلنا داخل هذه المدينة كما نودع إخواننا الذين سيخرجون هنا يخرجون بسلامة إن شاء الله ويوصلون بسلامة إلى خارج المدينة نحن اليوم أمام انتظار وعد الحوثي فتح الحصار ورفق فتح الطريق في هذه اللحظات وإن شاء الله كما وعد أنه خلال اليوم سيتم فتح الطريق هذا نحن نعلن أن الطريق من قبلنا مفتوحة وعليه أن يفتح الطريق ويفق الحصار كما أننا سننتقل إلى طرق أخرى سيتم فتحها الطريق الأخرى التي سيتم فتحها إن شاء الله بعد هذه هي طريق مفرقة ذكرة خطة الستين مفرقة الحدين عصيفرة ثم ننتقل إلى بقية الطرق كلها ويرفع الحصار عن هذه المدينة المحاصرة